كيف غيرت صورة بسيطة حياة بائع الشاي الباكستاني أرشد خان إلى الأبد في سنة 2016 كان أرشد خان بائع الشاي شايوالا في شارع العاصمة الباكستانية إسلام أباد يمارس عمله اليومي إلى أن انقلبت حياته رأسا على عقب بمجرد نظره إلى كاميرا شخص غريب في اللحظة المناسبة كانت هذه النظرة كفيلة بأخذه لعالم الشهرة والنجومية عملت عائلة أرشد خان ببائع الشام في إسلام أباد منذ حوالي 30 عاما لكنه لم ينضم للعمل في كشك العائلة سوى قبل بضعة أشهر من التقاط المصور المحترف خافير علي صورة له في شهر سبتمبر 2016 حين نظر أرشد بعينيه الزرق وين الساحرتين لكاميرا في اللحظة المناسبة شارك علي الصور التي التقطها في ذلك اليوم على تويتر وسرعان منتشرت صورة بائع الشاي الوسيم الذي أثارت هويته فضول الكثيرين تعتبر مهنة بائع الشاي جزءا من الثقافة الباكستانية منذ قرون عديدة ولكن في خريف سنة 2016 أصبحت هذه المهنة مراضفة لأرشد خان كما ولو أنه الشخص الوحيد الذي يعمل فيها انتشر هاشتاغ شاي والا في العديد من المواقع والصحف الإلكترونية وتسارعت الشركات إليه ليصبح الوجه الإعلاني لها ويروج لمنتجتها بعد مرور عدة أيام على انتشار صورته هذه ظهر أرشد خان الذي يبلغ السابعة عشر من عمره كعارض أزياء لإحدى العلامات التجارية الشهيرة في باكستان قال أرشد خان في سنة 2016 لم يكن لدي علم بأن مظهري ملفت اعتقدت أن جميع أفراد الباشتون يستمتعون بمظهر جيد لذلك لم أفكر بأن مظهري مميز لهذه الدرجة يقول شقيق الأكبر أنه أجمل مني قبل انتهاء سنة 2016 كان أرشد خان قد ظهر في عدة عروض رئيسية في باكستان كما قام بعرض الأزياء وحتى أنه ظهر في فيديو موسيقي للفنان الباكستاني الشهيرة موسكينجاي وتقرب منها كثيرا لم تكن عائلته المحافظة راضية عن حياته الجديدة كما أنه لم يستطع التأقل مع عالم الشهر والاهتمام لذلك أخذ استراحة من حياته الجديدة وابتعد عن الأضواء بعد اختفائه المفاجئ من دائرة الضوء ظهرت شائعات بأن عائلته هي التي حرمته من العمل في المجال الفني ولكن في سنة 2017 أوضح مدير أعماله كاظم حسن أن الأمور أكثر تعقيدا من ذلك فبغض النظر عن عائلته المستاءة من شهرته هذه إلا أن اللوم هنا يقع على مندراء أعماله السابقين الذين فضلوا مصالحهم الشخصية على مصلحة أرشد خان عاد أرشد خان إلى عالم الشهرة سنة 2017 عندما كان قد بلغ الثامن عشر من عمره وعلى الرغم من أن عودته لم يكن لها نفس تأثير في اكتشافه إلا أنه لا يزال مطلوبا في الساحة الفنية حيث قام بعدة عروض أزياء وأصبح الوجه الإعلاني لمجمع بيشان التجاري في إسلام باد في سنة 2018 بدأ أرشد خان بالتمثيل في مسلسل تلفزيوني يسمى شايوالا أند فرانس من بطولة علي فاتح ومالك عقيل والممثلة والمضيفة التلفزيونية مريم سلمان في شهر سبتمبر من سنة 2019 ظهر بائع الشاي الوسيم في برنامج تلفزيوني وقال أنه بالرغم من عمله في مجال عرض الأزياء والتمثيل إلا أنه قد عاد لبيع الشاي مرة أخرى ويخطط لفتح مقهى خاص به في هذه الأثناء يبقى أرشد خان يبقي نفسه مشغولا على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة الإنستغرام مثل قصة المتسولة ريتا جافيولا أصبح بائع الشاي أرشد خان رمزا دوليا بعد أن انتقل من الفقر المدقع إلى الثراء الفاحش